يا أهلا وسهلا فيكم معاكم مهود الجريد واليوم الحلقة الثانية من كيف تنعم بالسلام والاسترخاء اتكلمنا في الحلقة الأولى أن أنت متعرض متعرض ضغوط لكن الضغوط نوعين نوع إيجابي نوع سلبي نوع الإيجابي أنك أنت يكون عندك هدف تي بتحققه وهذا الهدف تسعى له لما تخلص الهدف هذا تأخذ استراحة ترتاح تستجم ثم تتجه مرة ثانية تحقيق هدف آخر كبير أو صغير إنما لما تكون أنت هدفك خلص ما عطت نفسك استراحة وجيت في هدف ثاني واستمرت في هدف ثالث ورابع وخمس بدون أي استراحات ممكن هنا تعرض نفسك أنك تكون تحت تأثير الضغوط اللي ممكن تأثر سلباً على حياتك فهذه النقطة اللي احنا حكينا عنها الآن نتكلم ما هي أعراض التوتر الآن في ناس وصلت أنها خلاص دخلت في التوتر وعايشة فيه أبسط تعارض ممكن تنتبه لأنك أنت تتفزز يعني مجرد أن شيء يطيح في المكان وشو؟ وش ساير كذا ينكش؟ صوت صرير قلم الرصاص ينرفزه نبرة أصوات بعض الناس تعبير بعض الأشخاص الضجيج يشعر فيه بسهولة جداً يعني يحس بالضجيج حالطول فراسة اللي حول يقول لله المكان عادي ما في هذه الأصوات لكنه يحس أن المكان هذا شديد الضوضاء ولأنه مخه أساساً فيه ضوضاء عالية فمن بالكم عند لو دخل مكان فيه شوية أصوات حيحس بالضوضاء أعلى وأعلى هذا في البداية بعد فترة حيدخل مرحلة العصبية حتى بدأت تظهر عليه بوادر العصبية نرفزت الضيق الخلقنة مو طايق كلمة من أحد أوف ينرفز يبدأ خلاص أي حد يكلمه يصير حارو نار بارود ينفجر بسهولة بعد المرحلة هذه بدأ يسك الباب طول وقت قاعد في غرفته ما لخلق أو في مكتبه أي حد يبغى لازم يستأذنها نعم ها واشتبون فيبدأ بالأسلوب هذا عشان يحمي نفسه لأنه في البداية بدأ يشعر بالضيق فمع شعوره الشديد بالضيق لازم يبغى يعمل حماية نفسه ما يبدأ ينرفز عن الناس بعد مدحق يطلع الموضوع عن الناس أكثر وأكثر وحيبدأ يصير فعالي بشكل قوي على الآخرين وهذه كلها تدل على أنه مصاب بحالة من التوتر أو القلق العالي الشديد الضربات القلق طيب أنت لاحظت على نفسك في البداية أنك أنت بديت كل صوت حولك يفززك ينقزك ها وش صاير وتسمع ألارم حريك تلاقي نفسك نطيت وجريت مثلا أحد جنبك قاعد مكان توخره عنه الدفة اللي يقرب منك تشعرك كذا بضيق لحد يقرب منك تحس كذا دباطل وقت حالتك حالة ابدأ ابحث عن وسائل استرخائية الوسائل استرخائية على الفكرة متعددة وكثيرة كل مدرسة لها أسلوبها أبسطها التنفس يعني تبدأ تتعلم شون تقنية التنفس تبدأ ترتاح تبدأ تاخذ نفس عميق مو بدي يقولوا لك روك خذ نفس عميق اشرب لك كاس ليمون اطلع خذلك يومين في أي مكان هادي هذه كلها وسائل استرخائية بسيطة إذا حبيت تتعمق أكثر ممكن تروح لك أي مدرب أو تجي تاخد جلسات هذه بتفيدك أكثر من أنك تدخل في المراحلة العميقة جدا في أنك تدرب على الاسترخاء الحلو كمان لو بديت تعمل عملية استرخائية مع ناس تنسجم معهم تطلع معهم مكان هادي تروقون تقعدون تاكلوكم أكل طيبة تشربوكم عصائر طازجة لأن على فكرة كمان التغذية لها دور في التخفيف من التوتر لأنه لما نقعد ناكل على طول أشياء معينة مثلا دهون 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 إحنا كده نثقل على الجهاز الهضمي وبشكل هذا ممكن نأثر على موضوع التوتر عندنا نحن نزيدها لكن لو خفف نتجهنا فوق الخضروات ممكن نخفف موضوع هذا هذه الأمور طبعا فيها تعمق وممكن نتكلم فيها بتعمق أكثر لكن أنا أحب أتكلم رحين على النقاط الأساسية فأنت انتبهت أنك أنت تتفزز انتبهت أنك أنت صار عصبي انتبهت أنك أنت صار مطايق كلمة من أحد فيه شخص معين يضرب على وتر الأعصاب عندك لا وقف علي وحيك وفكر أنا وش وصلني هالمرحلة إيش اللي خلاني أدخل هذه الزاوية لأنه لما بدأت توعى للي أنت فيه كيف حتحل المسألة يعني فيه ناس كثير تقول لك أنا لا ما فيني شيء بسم الله علي أنا زين أنا طبيعي لا إذا ما معيت ما وصلت مرحلة من الوعي والإدراك أنك أنت فعلا في التوتر معناها أنت مش منتبه لنفسك فيه طريقة مرة سهلة ممكن تتبه لها كيف أنك تبدأ تسأل محيطي لك لما تشوف نفسك نرفازت مثلا وبدأ الناس يضايقهم وأنك تقول لها في شيء ضايقكم اليوم وبدأ أسمع حاول تسمعيني قوي إذمايك شوي قوي سمع عندك لأنه السمع بيخلي تبدأ تفهم وش حاصل من تقادر على دوالله تسمع لهم خلهم يرسلوا لك إيميلات يقولون رأيهم فيك يعني شيء صاير معاك ممكن تسمع كلام يجرحك يعني عادي تقبل صلح ضبط أمورك حاول تستوعب اللي أنت فيه ويعرف اللي أنت فيه مش نتاج اللحظة مش مجرد أنه اطلع من أمس وقبل هذا شيء تراكمات عبر السنين يعني فشوي شوي 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 تبدأ تفك الموضوع تبدأ ترتب نفسك ترتب أوراقك ترتب أولوياتك مش أهم شيء بنسبة لك إذا وصلت النتيجة أنا أهم شيء بنسبة لي ولازم أصلح من نفسي خلص انت هنا في بداية الطريق انت هنا حطيت تقولون البداية عشان تضبط الموضوع ابحث عن الوسائل الاسترخائية اللي متوفرة حولك في المحيط حقك إذا لقيت مدربين جيدين في الاسترخاء روح لهم إذا أنا طبعا بقول لكم بالغشية على الإنترنت في ناس كثير تقول لك والله أنا روح اليوتيوب وأشوف فلان وفلان وفلان ممتاز بقول لكم على الحاجة اليوتيوب وسيلة جيدة للتعلم لكنها ناقصة يعني أنت حتوصل للمعلومة بس حتكون ناقصة بنسبة لك ممكن تعمل عندك الأخبطة فيريد تروح تاخذ معا تاخذ المعلومة كاملة من أحد متخصص في المجال هذا يفيدك ويساعدك أو أنك تدخل شيء مدفوع باليوتيوب بحيث أنك تحصل على المعلومة كاملة من مدرب قدمها لك كاملة ما يديك معلومات مقتطفات من الأشياء اللي هو يقدمها لأنه عدة المدربين والممارسين واللي يشتغلوا في المجال هذا يدوم مقتطفات فأنت ممكن تورط نفسك بأنك أنت تدخل مقتطفات من هذا ومن هذا ومن هذا لكنك ما توصل للآلية اللي ممكن تساعدك أنك أنت توصل لمرحلة استرخاء جيدة تنفعك في حياتك وتغير منك إلى الأفضل لأنه لو استمريت على التوتر اللي أنت فيه ممكن تخسر ممكن تخسر عملك ممكن تخسر علاقاتك بالآخرين ممكن تخسر حتى نفسك لأنه كمية الضجيج اللي تكون بالراس مرة عالية على فكرة في مدارس ثانية يقولون لك رياضة الجسدية رياضة الجسدية فعلا تساهم بدرجة كبيرة جدا المشي الحركة الأشياء الجميلة أنا ما أقولك روح أجري أو أدخل أثقال ابدأ بالمشي بشكل بسيط لأن هذا يسهل كثير أنك أنت من تماشي بتطلع أشياء حلوة شجرة من هنا عصافير من هنا بتدد تتأمل هذا التأمل بفتح عندك أفاق أعلى كثير أنك تسترخي ترجمة نانسي قنقر